فاز علمان أمريكيان وثالث من بريطانيا بجائزة نوبيل للطب لعام 2019 بفضل اكتشاف كيفية تكيف الخلايا مع تغير مستويات الأكسجين مما يمهد الطريقة لاستراتيجيات جديدة لمكافحة أمراض مثل الأنيميا والسرطان وأعلنت الهيئة المانحة للجوائز نوبيل فوز الأمريكيين وليام كيلين وغريك سيمينزا بالجائزة مع البريطاني بيتر راتكليف وقال الجمعية نوبيل في معهد كارلونيسكا بالسويد التي تمنح الجائزة البالغة قيمتها 9 ملايين كورونا سويدية أو ما يعادل 913 ألف دولار إن اكتشافات الفائزين بنوبيل هذا العام أوضحت آلية واحدة من أهم عمليات التكيف الأساسية للحياة وجائزة الطب هي أول جوائز نوبيل التي تعلن كل عام وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب وتمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفرد نوبيل المخترع الديناميت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر